صباح الخير حضرتك ابن ترابلوس وقرب من رئيس نجيب مئاتي اليوم تسمع كلامي كتير عم نسمع كلنا ضيف أنه اليوم لمن بيحكي أنه فشل رئيس نجيب مئاتي بترابلوس كيف يجي على مستوى رئاسة حكومة يوقف هذا الهنيار بعتقد ترابلوس مسئلة التهميش والفقارة وحرمانة هي لها علاقة بعقود وليست مرتبطة بالرئيس نجيب مئاتي ترابلوس عانت طيلة العقود الماضية وكل الحكومات التي تعاقبت على رئاسة الحكومة أو على السلطة تعمدت خراج ترابلوس حتى من دائرة الحياة ربما رئيس نجيب مئاتي حاول أن يقدم إسهامات إضافية لأن المسئولية الأساسية تكمن عند السلطة عند الدولة أي شخصية سياسية لا يستطيع أن يقدم بديلا عن الدولة هو على مستوى الأعمال الخيرية جمعية العزم والسعودة أعتقد هو استمر بالعمل ولكن بالدرجة الأولى مسئولية المدينة هي مسئولية السلطة ترابلوس استبعدت من الماء المتوازن من التوظيف لم يكن لها حصة حقيقية وحتى هي بالعقود الماضية كانت ملحق في بيروت جاء السوري وعطل دورة الحياة السياسية في المدينة واستكملت الطبقة السياسية التي جاءت بعد انتفاق الطائف من استبعاد ترابلوس لا يستطيع الرئيس نيجي بي أوتي هو ليس زعيم أوحد في المدينة هو يتشارك مع الكثير بين الشخصيات لذلك القياس الآن على تجربته بطرابلوس بالحكومات غير واقعي بالعكس أنا أعتقد خاض تجربتين بال2005 عندما كان لبنان على مفترق طرق وأعتقد كان في قطوع صعب جدا عندما طلب منه أن يشرف على الانتخابات النيابية شرط أن لا يترشح نقى بنفسه عن الترشح وبإجمع كل الأفريقاء استطاع أن يعبر بلبنان في تلك المرحلة الحارجة بال2005 أعتقد بال20010 عندما شكل حكومة لم يكن قد انفجر ما يعرف بالربيع العربي كانت المنطقة تعيش نوع من الاستقرار على الأقل في الأقليم ولكن انفجار الحرب السورية حول المشهد برمته إلى شيء آخر لذلك التجربتين أنا أعتقد حصلك بخلال هذه الحلقة عن ترابلوس وما تعاني واللي كانت متخوف كان أن ترابلوس بظل هذا الانهيار تكون الحلقة الأكثر إذا بدك تأثرا بهذا الانهيار بس خليني نفوت على مسألة الحكومة واليوم البيان الوزاري حضرتك اعتبرت أنه اليوم مجيء الرئيس نجيب ميقاتي وهذه الحكومة هي فرصة قد تشكل فرصة لوقف هذا الانهيار لماذا اليوم ممكن نعتبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فرصة لوقف هذا الانهيار يعني على الأقل الآن أمام الحميس الفرنسية المرونة الأمريكية بعكس الضيف الذي كان يتحدث منه شوي أنا أعتقد نوقف الخليج ليس سلبي إلى هذه الدرجة ربما المملكة كان لها موقف واضح وصريح من الرئيس سعد الحريري إنما بإتجاه الرئيس ميقاتي من المبكر جدا الحديث الآن عن دور الخليج سلبا أو إيجابا على الأقل المملكة الآن هي في موقع التريوس يعني ما سمعنا أي موقف رسمي يعني على الأقل بكل الحالات يعني هذا التقاطع سميه الدولي لأنه كمان الأمريكي انتقل من المروني إلى الحماسي أعتقد هو ساهم بشكل رئيسي بإنجاز الحكومة عكس الفرنسية ربما الآن كل الحديث بإتجاه المبادرة الفرنسية أعتقد الدور الأمريكي حاشته كان لإحتواء ما جرى مؤخرا وعدم السماح للبلد بالإنزلاق نحو الفوضى جعل الأمريكي يعني قوم النوم الزراع مع الإيراني لا خلني أقول أنا هناك سياستان كانت مختلفتان يعني رئيس ترامب أحدث حولي من الهستيريا في كل العالم وليس في المنطقة أو لبنان هو كان أميل إلى أن يندفع لبنان بإتجاه الفوضى جو بايدن هو أميل إلى استعادة الدبلوماسية المرينية العودة إلى الأممية عكس الرئيس ترامب تماما هذا غير من استراتيجية أمريكا علما ليست واضحة حتى الآن ربما هناك نوع من سمع الرئيس نجيب من قاتل كلام واضح أو إشارات من الأمريكيين أنه سيساعدوا لبنان اليوم من هك أقدم على تولي اليوم رئاسة الحكومة على الأقل تبدل المشهد في المنطقة المنطقة تتجه إلى تسويات كبرى ليس بالضرورة أن يكون الآن ولكن نحن نعيش مرحلة تأسيس لإعادة تشكل المنطقة على أساس التسويات الكبرى جاء في لحظة التقاطع الخارجي والتشجيع على تأمين المساعدات للرئيس المئوتي ولكن الإيراضي في الداخل وهذا كان واضح من خلال اللقاءات المكوكية بين فخمة الرئيس ودولة الرئيس على الإيراضي لتشكيل حكومي أعتقد البلد الآن بات بحجي إلى تشكيل حكومية على الأقل لإدارة الأزمة على الأقل لماذا أخذ نجيب مئاتي ما لم يستطيع سعد الحريري أخذه اليوم وهل برأيك اليوم أحرج أخذ اللي بده إياه الرئيس نجيب ميقاتي وأصبح نادي رؤساء الحكومات وراه بلعوا الموس ما أدروا اليوم خلاص اللي أخذ الرئيس نجيب مئاتي وبالتالي أحرجوا نادي رؤساء الحكومات بهذا الاتفاق لا لا في استنتاجات خاطئة أعتقد نادي رؤساء الحكومات حتى الآن في حول من الأنسيجام يعني بالرغم من التصاريخ يعني ارتاحوا لهذه التشكيل ربما لو كان الرئيس سعد الحريري أكثر صبرا أعتقد كان قدر شكل أو ربما منذ البداية أراد أن تكون تشكيلة الحكومة ممر لترميم علقته بالمملكة العربية السعودية إضافة إلى تهيب من العقوبات يعني إذا شفت تجربة الدكتور مصطفى أديب كان في فورة من الحماسة فورا إجت العقوبات على الوزيران علي حسن خليل ويسفينيانوس تفرملت وكأنها كانت تطويق للمبادرة الفرنسية حتى عندما تم تكليف الرئيس سعد الحريري أيضا إجت العقوبات على الوزير جبران باسيل أيضا فرمل الحماسة أو على الأقل إذا كان هناك من يعتقد بجو التفاقل يمكن نقز شوي لذلك الآن الواقع الدولي الأقليمي مختلف تماما ونحن شفنا المحاولات الفرنسية الأمريكية بالتعاطي مع المملكة العربية السعودية على الأقل لتأمين مساعدات إنسانية إذا لم يكن هناك حكومة لذلك كل المناخات تبدلت ما كان سائد في الأشهر الماضية الآن ليس موجودة على الأقل هذه الحكومة يجب أن نبني الآن على الإيجيبيات البلد بحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات يعني استعادة حيبة الدولة لانتظام العام حولة التفلط نحن كنا أمام أزمة سياسية بتنا في الأسبوع الماضي أو الأشهر الماضي أمام أزمة أخليقية يعني حولة الاحتكار حولة التغزين أفوت معك بيوتو فاصيل بس خلص المدخل على ولادة هذه الحكومة رأيك الرئيس سعد الحريري البعض يعتبر اليوم خرج هو أو يعتبر أنه أكبر الخاسرين اليوم باعتقد من خلال نادي رؤساء الحكومات ليس يعني هو من الخاسرين ربما تكون الانتخابات المحطة الفاصلة التي تقرر بس هذه أحد مشاكل الحكومة اليوم رح يتصرف اليوم لكل مشارك ومن ضمن الرئيس سعد الحريري له بهذه الحكومة رح يتصرفوا على أساس نحن بالسلطة وبنفس الوقت استخدام ورقة المعارضة ومعارضة هذه الحكومة من أجل الانتخابات شوف الآن بات الجميع مأزوم يعني إذا لم تستطيع هذه الحكومة أن تقدم إسهامات حقيقية ليس على مستوى يعني ما نقرأه يوميا عن حلول ومشاريع وخطط هذه الحكومة على الأقل تستطيع الآن على الأقل بش أنه فرملة الانهيور فقط يعني عدم تمدد النار نحن في أزمة حقيقية وواضح تماما حولة التفلط حولة عدم انتظام المؤسسات تستطيع على الأقل أن تكون ممهدة لانتقال لبناء من مرحلة إلى مرحلة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر